اخيرا هتقدر تفتح البوت لودر لاي موبايل شاومي بدون استخدام كمبيوتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا شبابي رب تكونوا كلكم بخير اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع هيسا معوض على قناة كوكب التكنولوجيا لو انت ما عندكش كمبيوتر وعايز تفتح البوت لودر بتاع موبايلك فانا جايب لك النهاردة طريقة هتخليك تقدر تفتح البوت لودر باستخدام موبايل تاني والطريقة دي هتقدر تستخدمها مع اي موبايل شاومي سواء المعالج بتاعه ميديا تيك او سناب دراجون وطبعا لو البوت لودر بتاعك مفتوح هتقدر تثبت ريكافري معدل او تعمل روت او تثبت روم معدلة او تعمل اي حاجة في الموبايل بتاعك بدون استخدام كمبيوتر هشرح لك النهاردة طريقة فتح البوت لودر بدون استخدام كمبيوتر خطوة بخطوة بس قبل ما نبدأ كنت عايز اديك فكرة سريعة عن التطبيق اللي انا جايبه لك النهاردة لو عايز تعدل على ملفات الPDF اللي مستحيل اي حد يقدر يعدل عليها فانا جايب لك النهاردة تطبيق بيشتغل بالزكاء الاصطناعي هيخليك تقدر تعدل على اي ملف PDF بمنتهى السهولة اهم ميزة في التطبيق ده انه بيتعرف على الكلام اللي موجود في الملف وبيخليك تقدر تعدل عليه بنفس الفونت وبنفس الحج وده هيخليك تقدر تمسح او تكتب اي كلام في ملف الPDF من غير ما يبان انه هو متعدل عليه غير كمان ان التطبيق جوا بوت بيشتغل بالزكاء الاصطناعي بيقدر يترجم الكلام اللي موجود في الملف لأي لغة في العالم كمان البوت ده بيقدر يعمل اناليسيز او تحليل الارقام لأي حاجة انت بتطلبها منه ده غير كمان انه بيقدر يكتب لك اي مقالة من خلال معلومات بسيطة جدا انت بتقولها له هسيب لك رابط التطبيق ده في الوصف وفي التعليق المسبق تعالوا بقى نرجع لموضوعنا الاساسي طبعا عشان تقدر تنفذ الطريقة اللي انا هشرح لك النهاردة لازم يكون معاك موبايلين الموبايل الاولاني اللي هنفتح له البوت لودر واللي طبعا زي ما انتو شايفين البوت لودر بتاعه مقفول والموبايل التاني اللي هيقوم بدور الكمبيوتر زي ما انتو شايفين الموبايل اللي هستخدمه النهاردة هو ريدمي نوت 9 برو اول حاجة هتعملها لازم تكون فاتح المي اكاونت بتاعك على الموبايل زي ما شرحنا قبل كده كتير وتاني حاجة هنعملها هنطلب الموافقة من شركة شاومي وده بياخد 168 ساعة او اسبوع فهتعمل خطوات اللي هقولك عليها دلوقتي وبعدين تستخدم الموبايل عادي جدا لمدة اسبوع وبعدين تكمل الخطوات اللي هشرحولك برضو دلوقتي هتروح على حول الهاتف وبعدين تيجي على اصدار MIUI تدوس عليها حوالي 10 مرات لحد ما يكتب لك انت الان اصبحت مطورة وبعدين هترجع وتروح على الاعدادات الاضافية وبعدين تفتح خيارات المطورة ولازم تتأكد ان OEM Unlocking مفتوحة وبعدين هتروح على MI Unlock Status وتدوس على Add Account and Device او اضافة حسابي وجهازي بس وانت بتعمل الخطوة دي لازم تكون فاتح الانترنت من على شريحة الموبايل مش من على الواي فاي وبعد ما تعمل الخطوة دي هتستخدم الموبايل عادي جدا لمدة اسبوع وبالمناسبة الاسبوع ده شركة شاومي بتعده بالدقيقة فالخطوات اللي انا هشرح لك دلوقتي ما تبدأش تعملها الا لما تتأكد ان الاسبوع عدى بالتمام والكمال ودلوقتي هنبدأ نجهز الموبايل التاني اللي هيقوم بدور الكمبيوتر في وصف الفيديو هتلاقيني يسايب لك رابط لما تفتحه هيفتح معك بالشكل ده وده عبارة عن مشروع أمو بي مجموعة من المطورين عشان يخلوا الموبايل يقوم بدور الكمبيوتر كمان هتلاقيني يسايب لك في وصف الفيديو رابط فيه تلات ملفات هتحملهم على الموبايل وتثبتهم زي ما بتثبت اي أبليكيشن ولما تثبت التلات ملفات هيظهر لك تطبيقين جوداد أول تطبيق هو تطبيق مي انلاك اكاونت وده بتدخل عليه مي اكاونت بتاعك بيدي لك كود وطبعا الكود ده هنستخدمه مع بعض وهشرح لكو دلوقتي هنعمل بي ايه والتطبيق التاني هو تطبيق تير ماكس اللي هنستخدمه في ان احنا ندخل عليه الأوامر اللي هقول لكو عليها دلوقتي أول أمر هنكتبه هو پي كي جي ابديت وطبعا الموبايل لازم يكون متوصل على الانترنت سواء من الواي فاي أو من على الدات ولما يخلص تحميل هتدوس على حرف الواي وبعدين تدوس على انتر هيكمل تحميل وبعدين لما يخلص هتكتب الأمر ده P K G Install V I M هيبدأ يحمل تاني ولما يخلص هتدوس على واي وبعدين انتر عشان يكمل تحميل ولما يخلص هتروح على الصفحة دي واللي فيها باقي الأوامر اللي احنا هنستخدم وكده يبقى احنا عملنا الخطوة رقم واحد اما الخطوة رقم اتنين هتاخد الامر ده copy وتروح تحطه في برنامج التيرميكس هنستنى لحد ده ما يخلص تحميل وبعدين هنرجع تاني ناخد الامر رقم 3 وبعدين هنروح نحطه في برنامج التيرميكس ونستنى لحد ده ما يخلص تحميل طبعا الموضوع بياخد وقت اكتر من كده بس انا باختصر عشان وقت الفيديو ولما يخلص تحميل هنسيبي الموبايل ده ونروح للموبايل الاولاني عشان نفتح الفاست بوت فهتدفي الموبايل خالص وبعدين هتدوس على الزرارة اللي بيوتي الصوت مع زرار الباور لمدة حوالي 30 ثانية لحد ما يفتح معاك بالشكل ده بعد كده هنحتاج كابل يو اس بي سي من الناحيتين وده لو مش عندك هتقدر تشتريه من اي محل موبايلات او تشتري وصلة او تي جي وتستخدمها مع كابل يو اس بي سي عادي جدا المهم هنوصل الموبايلين ببعض من خلال الكابل ده وهتكتب الامر اللي هقولك عليه دلوقت مي داش فاست بوت ديفايس هتظهر لك الرسالة دي هتدوس على اوكي وهتلاحظ ان هو تعرف على الموبايل وظهر لك الرسالة اللي بتظهر على السي ام دي بعد كده هنرجع للأوامر تاني وناخد الامر رقم 4 ونحطه في تير ماكس وده عشان يقولك على الاسم الكودي او الكود نيم بتاع الموبايل بتاعك هنرجع تاني للاكواد بس لازم تخلي بالك من حاجة مهمة جدا لو المعالج بتاعك سناب دراجون هتاخد الكود رقم 5 وتسيب رقم 6 اما لو المعالج ميديا تيك هتاخد الكود رقم 6 والسيب رقم 5 فعشان المعالج بتاع الموبايل اللي انا بستخدمه دلوقتي سناب دراجون هاخد الكود رقم 5 وبعدين هروح هحطه في تطبيق تير ماكس عشان يديني الكود بتاع التوكن عايزك تركز معي كويس قوي في الخطوة اللي جاية دي لان هي صعبة شوية الكود رقم 7 هناخد منه النص الاولاني واللي بينتهي بـ SH وهتروح تحطه في برنامج التير ماكس عادي جدا وهترجع تاني تاخد بقى الامر من اول .backslash لحد الاخر بس مش هنروح نحطه في برنامج تير ميكس احنا هنحطه في برنامج النوتس عشان لسه هنعدل عليه فهتلاقي مثلا مكتوب هنا product بيساوي product فهتمسح كلمة product اللي بعد علامة يساوي وهنرجع تاني ناخد الكود نيم اللي ظهر لنا مع الامر الرقم 4 فهتاخد الكود نيم ده copy وتروح تحطه مكان كلمة product اللي بعد علامة يساوي وحاول ما تضيفش اي مسافات او تمسح اي علامات وانت بتعمل الموضوع ده فكل اللي انت هتعمله انك هتمسح كلمة product اللي مكتوبة بالحروف الcapital وبعدين تحط مكانها الكود نيم اللي ظهر لنا مع الامر الرقم 4 والخطوة اللي بعد كده انك هتمسح كلمة token data وتروح تاخد الكود بتاع التوكن اللي قلتلك عليه من شوية زي ما هو موجود بالذات وده الكود اللي ظهر لنا مع الامر الرقم 5 او 6 حسب نوع المعالج بتاعه وزي ما قلتلك حاول تاخد الكود كامل وما تضيفش اي مسافات وهتروح تضيفه بعد علامة يساوي التانية وده طبعا مكان كلمة token data اللي احنا مسحناها من شوية بعد كده هتدوس على space او مسافة وتروح تيجيب الكود اللي موجود في تطبيق me unlock account هتدوس على علامة copy وبعدين تروح تحطه بعد ال space اللي انت عملتها في ال notes تعال بقى نرجع مع بعض الكود اللي احنا عملناه ده عبارة عن اين اول حاجة شلنا كلمة product وحطنا مكانها الكود name اللي ظهر لنا من الامر الرقم 4 وتاني حاجة شلنا كلمة token data وحطنا مكانها الكود اللي ظهر لنا من الامر الرقم 5 او 6 حسب نوع المعالج بتاعك وبعد الكود ده حطنا space او مسافة وروحنا جبنا الكود الكبير اللي كان موجود في التطبيق اللي اسمه me unlock account بعد ما تعمل الكود زي ما شرحت لك دلوقتي هتاخد كل اللي انت عملته ده copy وتروح تحطه في تطبيق termix هيبدأ يحمل تاني وبعدين هيدي كود اسمه unlock device token انا عارف ان الموضوع صعب فحاول تركز معايا لان احنا قربنا نخلص خطنا وما تنساش طبعا اللايك والشير لان الفيديو ده خد مني وقت ومجهود كبير جدا هترجع تاني للصفحة بتاعة الاوامر وتاخد الامر الرقم 8 وبعدين تروح على تطبيق notes عشان تمسح كل اللي موجود فيه وتعمل paste للامر ده وهنا هتلاقي كلمة unlock token موجودة بين علامتين تنصيص فهنمسح الكلمة ونسيب العلامتين زي ما هم وهتروح على تطبيق termix عشان تاخد الكود اللي مكتوب قدام كلمة unlock device token وزي ما قلتلك من شوية لازم تاخد الكود بدون ما تزود اي علامات او تزود اي مسافات وهتروح على تطبيق notes وتحط الكود اللي انت اخدته بين علامتين التنصيص مكان كلمة unlock token اللي احنا مسحناها من شوية وبعد كده هتعمل select all عشان تاخد كل الكود ده وتروح تحطه في تطبيق termix وبعدين هنروح على الصفحة اللي فيها الاوامر وناخد اخر امر اللي هو رقم 9 ولما تحط الامر في termix هتلاحظ ان الموبايل التاني بيعمل restart وظهر لك علامة الفل المفتوح على الشاشة وكده اقدر اقول لك الف مبروك يا معلم طبعا زي ما انت شفت الطريقة صعبة جدا وخدت مني مجهود كبير جدا فتقديرا بقى للمجهود ده عايزك تنزل دلوقتي تعمل like للفيديو subscribe للقناة وتفعل زر الجرس عشان تبقى معنا في كل الفيديوهات اللي جاي وما تنساش كمان تعمل share عشان كل الناس تستفاد كمان ما تنساش تتابعني على الفيسبوك والتيك توك والتليجرام الروابط كلها في وصف الفيديو بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون في التوكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته